هو فعلا فيه أيام لازم بتفضل محفورة بزهنك وكل ما تشوفها تبقى بتشوفها كده وانت عندك إحساس بالجمال بالعظمة بالقدرة بالإنجاز إلى آخره زي يوم 3 إبريل 2021 اللي انتو شفتوه ده موكب المميوات اللي العالم كله 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 كان بيتفرج عليه الناس كان بتتفرج مش على الموكب الناس كان بتتفرج على مصر في جمهورياتها الجديدة إزاي بتحتفي بتاريخها وبحضارتها وبقدرتها على استعادة كل هذا الزخم الثقافي والحضاري هذا الموروث العظيم مرة تانية في ليلة واحدة بس 22 ممية ملكية خرجوا من المتحف المصري بتاعنا الأنتكخانة في التحرير للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفستات فيشهد هذا اليوم وهذا المتحف الجديد المتحف الحضارة على جزء وفاصل من تاريخ مصر العظيم والممتد لا توجد في البلاد في كل بلاد اللي ربنا خلقها سبحانه وتعالى بلد يمتلك كل هذا السحر مش هقولك بس هذه الحضارة هذا السحر وهذا الجمال بلد بلد عارف يقولك ايه جمالها أخاز كل حاجة في البلد دي حلوة عارف الأغنية بتاعت فيها حاجة حلوة من يوم ما طلعت وانا اقول بنص مش فيها حاجة حلوة هي كل حاجة فيها حاجة حلوة ما فيهاش حاجة مش حلوة كل حاجة وناسها هم أجملها واللي انت شايفه قدامك ده ليه مئات الانعكاسات ممكن تختار منها انعكاس على سبيل المثال ألا وهو إيه من وجهة نظر أنا وانت حسابها زي ما بتحب انعكاس مهم جدا على فلسفة الجمهورية الجديدة فلسفة فخامة رئيس الجمهورية في الاعتزاز الحقيقي بتاريخك وبحضرتك بتاريخك وبحضرتك هتيجي تسأل تقولي ازاي يعني هقولك هو انت شفت ده فين في مصر على الأقل ده على الأقل من 1805 لحد النهاردة مصر الحديثة على الأقل شفته فين ولا حاجة وبعدين يجي طريق الكباش إلى أخير